السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد سعيد من قناة السيزون دعقيد. وان شاء الله نهاردة الدرس رقم اتنين في منهج كونكت جريت فور. الجهاز الهضمي او الجهاز الهضمي. اول حاجة لنعرف يعني الاختصار ده. ده منهج دولي. وبيعمل على ربط المواد بعضها. علوم يدخل في الانجليش. الرياضيات او الماث في الانجليش. العربي في الانجليش. المواد كلها دخلها في بعض. فلازم اتدرس اللغة الانجليزية يكون ملم بمعلومات كتير زي درس النهاردة. جهاز هضمي. ما ينفعش اطلع اشرح الدرس انجليش ومعرفكش يعنيه هضمي. لازم اكون عارف ده عشان انت لوصلك المعلومة بسلاسة. طيب. ده منهج متداخل كل المواد بعضها. طيب. ده اسمه ايه? دايجيستف. الكلمة دي شفتها مدرس مشهور جدا او خانيا مشهور على اليوتيوب. بقول عليها ديجيستف. بس ماشي كده يا جماعة. كلمة دايجيست معناها يهضم. اي ساكن ايه? داي. لونج اي. الحال الاولى من اللونج اي. اي كان سرم ايه برونان دا ليدا الاي باي اتس نيه. بنقول حرف الاي باسمه. داي جه. 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 والجي جايه بين بنتو فاولز هنطلعها جه. دايجي. دايجيست. شورتي ايه. طيب. يبقى البرد اسمه دايجيست يعني يهضم. طيب الاسم منو اسمه ايه? دايجيستف. اي ساكن اي. والجي وراي اي. جه. جه. لان احنا عابفين وين ذا ليدا. اي كانز افتر ذا ليدا جي. ويبرونان ذا ليدا جي. جه. حرف الجي لامي جورة اي او اي او اي او اي بانطول جه جه جه. يبقى اسمنا داي جه. ستيب. والاي ساكن ايه. هنا بمتعمش اي شورت اي. دايجيستف. سي. واي هنا عملة. شورت اي. سي. ستم. ستم. شورت اي. يبقى دايجيستف سيستف. بانتعرف على الكلمات معنا. اول كلمة عندي كلمة يارضم دايجيست. داي لونج اي. فم يعني ماث. فم يعني ماث. فم يعني ماث. ما تقول الاو بتعمل صوت الاو. ما تقوليش ماث. ده بقى. ما تقبلش بصوت قولشي ماث. لا ماث. والتي ايش ما انطهفة. ماث. 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 ما تقوليش ماث. طيب. كلمة المريء. طبعا احنا عابقين احنا بناكمل الاكل. بينزع طريق الملعوم. المريء بيوصل. الملعوم بالمعدة. القناة اللي بتبنزل فيها الاكل. يروح على المعدة. يروح على معاقة الدقيقة. تهضمو المعدة تهضمو. شوية تسره شوية. بعد كده معاقة الدقيقة تهضمو شوية. بعد كده معاقة غاليزة تنهي عليه خالص. بعد كده يتحول يروح الكابد. يتحول عن ضرير العصارة الصفراوية الى دم. وبعد كده يروح الكلية تغسر الدم. والكلية تود بعد كده بايه? الدم للقلب. والقلب يبدأ يوزع على جميع اعضاء الباس. طيب اسمه بقى المريض ده اسمه. شورت ايه? اه? مقطع لوحد. والاس مع الاولوج او سو. يبقى انت بتتملى في البيت? ما تحفظ ما تقولش ايه? او بي اتش? لا لا لا. اه اه? يبقى ايه? اهو? ف ف. مطلوب منك تعرف ان الفه دي جاي من البي ايش. السوفا. شورت ايه? ج. ويو اس. يعني المريض. سهل جدا جدا. معنى يعني. طب انا هقول ايه? لا لا لا. ها? مهم اتمليد في بتقوله ها? ستا. خراسة. او. شورت او. ستوم. ان. ستو ما. ايه. والسي اتش بتعمل بسقوة الك الك الك. السي اتش بيها اكتر من نقطة. بنتها او كه. كه دي جاي من امريكا الاتيني. تمام? بعد كده عندي. الامعاء اللي ايه? الدقيقة. الصغيرة يعني. دقيقة يعني صغيرة. سموغل. الاي نبي جاء لها دول ال. بنتها اقول. ان. انت. ان. شورت اي. تي. شورت اي. شورت اي. ثلاث مقاطع. ان. تستن. حدا يقولي يا مصر ما عندك اوي ساكن ايه بتنطلوق اوي لا. دي الحلش هزك. ان. ته. لو انا بتملى في البيت والله هيتملىه وانا مغمر. ماما هيتملىه تقولي ان. اهو. ته. اهو. ستن. اهو. ان. بس. انستن. انتستن. سمول انستن. انتستن. يعني الامعاء اللي ايه? دقيقة. طيب بعد كده. الامعاء ديه? الغليظة. large. انتستن. large. large يعني كبير. والاي هنا باشي منطاها ا. منطاها ا. لاني جاي وراها حرف ار. ولما حرف الار يجي ورا ايه منطاها ا. large. والجي. large. ليه قلنا جاء عشان جاي وراها مين? حرف الاي. ها? انتستن. large انتستن. الامعاء ايه? الغليظة. اللي هي اخر حاجة في المعدة. تمام? انا ما بعرف اصلا كنت رسمتلك صورة الجهاز الهومي. انا فاشل جدا جدا في الرسم. تمام? وياكن ده. الفم. ويه ده. المريء. بعدين بيوصل للمعدة. وبعد كده. الامعاء. الغليظة. تبقى هي منحوطة فوق والامعاء الغليظة اللي داخل تضح. جوا هي. ازف على الرسم. تمام? طيب. نكمل بقى الكلمات. علشان فيه كلمات زيادة. كلمة معناها فضلات. معناها فضلات. ايه? يعني ايه فضلات? طبعا مش كل اللي بتاكله جسمك بيستفد بيه. انت كالت. سكريات. ودجون. ومع الجنات. واي واي. الجزء. الجسم يحتاج جزء معايا. بياخده. والبقى يحاولوا فضلات. بينزل عن طريق ايه? البول او البراز. ويست. فضلات. كلمة يعني ملح. بس ماهاش صعب. ال ايه جاء وراها ال. هانطها او. ملح. كلمة طاقة يعني انيرجي. 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 يعني طاقة. كلمة عضلات يعني مصل. كلمة عضلات يعني. عضلات يعني. ما. طبعا السي هنا سايلنت. شورتي يو. ما ما سايلنت. السي هنا سايلنت. وانا بحفظ الكلمة عارفة ان الكلمة دي فيها حرف ببانت اقوش. مصل. بعد كده عاملات الهضمة نفسها اسمها دايجيشن. دايجيشن. صعبة شوية. لان اي اس بتيجي ورا الشهر تبقى صعبة جدا 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 جدا. بس كلمة معايا. دايجيشن. 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 واحدة واحدة. دايجيشن. دايجيشن. يعني العملية نفسها اسمها عمت الهضمة. بعد كده عندي عناصر غزائية طبعا احنا بنكلوا الاكل. في 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 وفي عناصر غزائية عشان الجسم محتاجها. دي اسمها ايه بقى اسمها ناتريانتس. اسمها. ناتريانتس. قوعة تقول لي ناتريانتس. لا ناتريانتس. لا ناتريانتس. ترا. تراي. الاي واي. الاي هي بتعمل اللون بأي. زي كلة لاي. الاي هي بتعمل اللون بأي. اي تعمل اللون بأي. ناتريان. ناتريانتس. action. والتي مع ر付 في كمت ترا. كانو ترين. 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 كانت ترين. كمتقول ليش منتريانتس. ناتريانتس. ناتريانتس. ببع. عصارة المعدة. ايه هي العصارة المعدة اللي هي بتهضم الطعام عملية هضم الطعام بتبدأ عند مؤك فين ده شايفي ريئك اللي تبلعه ده وده اول حاجة بتساعد على هضم الطعام اول مرحلة للهضم هي دي ريئك بعد كده اسنانك بعد كده اللسان بيقلب من يمين الشمال بعد كده تمزل عن طريق البلعون بتبلع بعد كده المريء يوصل للمعدة المعدة بتحط العصارة عليها تهضمه اكتر كمان الامعاء الدقيقة بتهضمه اكتر بعد كده بتحول لدم في الامعاء الغريزة بعد كده بيبقى اليمين للعصار الصفراويه الكابت بتحوله ايه لدم طيب هنا بقول لي دي هنقولها ان شاء الله على هنسمها دلوقتي للدرس على الزوم دلوقتي تعال ناخد الجملة تعال نقعد بقى عشان ده محتاج الصبورة تكون قدامك او الكلمات دي تكون قدامك اللي بيحصل لما احنا بناكل نعمل شير بس بسم الله الرحمن الرحيم ادي بصوا معاك ده الدرس التاني والضبط اهو الجهاز الايه الهضمي هنقول كلمات داني المريء يعني الصوفاجس 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 البي اتش تعمل فا فم يعني ماظ ثم ثم زي ما انتا شايفهو ده المريء ودي المعدة ودينا معاقى الضريزة ودينا معاقى الدقيقى لارج انستين لارج انتستين انتستين لارج انتستين small intestine ده كل شي راح ناعلى صبورة الجهاز اللي هده نفسه اسمه the digestive system طيب بقول لي more اهي كلمة الزيادة كلمة waste فضلات salt ملح energy طاقة muscle عضلات digestion digestion nutrients gastric juice ده اللي انا عايزه بقى عشان هاخد وقت كبير جدا على صبورة اهو تصريف الافعال احنا عندنا كل الزمن المستخدم في الترمي الاول بتاع ربعة هو الماضي البسيط اللي هو شربة اكلة لعبة ضربة ده بتكون من ايه ده بتكون من اضافة ed للفعل اللي اخره بسكت بتكون من ايه من اضافة ed للفعل يبقى ماضي او d بس لو الفعل الاخره ايه لو الفعل الاخره ed زي كلمة ايه زي كلمة مثلا اي كلمة اي فعل ايه لله play احط ed play move يتحرك moved تحرك complete يكمل completed اكملة remove يزيل removed ازال to يعني ينضغ احفظ الكلمة دي مهمة جدا عشان جاي في الدرس should مضغ change يغير changed غير arrive ياصل arrived وصل mix يخلط mixed يعني خلطة طيب نيجي بقى irregular يعني افعال غير منتظم ما بحطش لها اي دي ولا دي بحفظها مهي زي ايه كلمة put يعني يضع كلمة put وضع كلمة go يذهب went ذهب eat يأكل ate اكل take يأخذ took اخذ ولازم تحفظها لانها مكملة معاك على طول في لآخر الحياة هنا بقولي important expressions and prepositions تعبيرات وحروف جرهم go from not to يعني ايه ينتقل من مكان الى مكان او move from مثلا go from مثلا شركية to كايرو بيسافر من من شرقية الكايرو او اقول move from مثلا جيزة منوفية بريموف ويست معناها يزيل الفضلات chew food with chew food with يعني يمضغ الطعام دي يمضغ الطعام بيستخدام our teeth we chew food with our teeth بنمضغ الطعام دي أسنان change into يتغير الى الطعام بيتغير من صورة معقدة الى صورة بسيطة انت واكل بحاجات ميكالكعة بيخش جوة بيتغير الى صورة أبسط assembler form يعني شكل أبسط اللي هو بقى مية بحول دم simpler form شكل أبسط get energy علشان يدينا الايه الطاقة تعالي شو بقى الايه الدرس بيتكلم عن ايه هنا بقول لي what happens in our body when we eat food ايه what ما أو ماذا happens يحصل أو يحدث in في our body أجسامنا when عندما we نحن eat نأكل food الطعام نما بناكل بيحصل ايه تعالي نشوف اول معلوم the esophagus goes from the mouth to the stomach المريء بيوصل الفم بمين بالمعدة ما أنا هيكل من هنا كده ايه هي القناة او المجرة اللي هيوصل الاكل من بقي للمعدة اكيد هو مين المريء the esophagus اهو مريء بيوصل من هنا للمعدة the esophagus goes from the mouth to the stomach دي معلوم رقم واحد طيب number two when the food moves from the esophagus to the stomach عندما يتحرك الاكل من الفم للمعدة بيحصل ايه the gastric juice digested it digested it العصارة المعدية العصارة المعدية بتخليه تهضم زي ما احنا قلنا اول منزل المعدة المعدة بتحضر تهضم عليه اللعاب او عصارة مية يعني بتهضم الطعام ده تمام when the food moves from the esophagus to the stomach the gastric juice digested it بتهضم number three food moves from the stomach to the small خلاص تحرك من الفم راح المريء راح المعدة المعدة قدت الوظيفة اللي عليها ليه حط عليه العصارة بعد نحط على العصارة هيروح فين بقى هيروح بعد كده لأمعاء الدقيقة to the small intestine to complete the digestion عشان يكمع عامات الهضم هو تحول من صورة من عيش ورز وأكل وخضار ولحوم وأسماك تحول من صورة معقدة بقى تكسر بقى خلاص بس لكن ده مش كافي لسه هيروح لمن بقى هيروح للأمعاء الغليزة أكيد number four the large intestine is تكون around the small intestine الأمعاء الغليزة بتكون لفة حوالين الأمعاء الدقيقة it takes من اللي بتاخد الأمعاء الغليزة water المية and salt from food for the body مهمة الأمعاء الغليزة ايه بتتمتص العناصر الغذائية اللي في الأكل وتتمتص المية من الأكل قبل ما ينزل على فتح الشرج وينزل تحت روح الفضلات في الطايلت قصارى احنا واكلين ودفعين وبصرفين عليه فقبل ما ينزل هي بتنتص كل حاجة وكل عناصر اللي هي مش عايزة بينزل بقى في تاني تاني the large intestine is around the small intestine it takes water and salt from food for the body it removes ويست اللي بعد كده بتطلع على إيه الفضلات بره هي همية الأمعاء الغليزة it takes nutrients and water from our food to our body number five كان كده خلصنا كده عملية الهضم تمام بقول لي when we eat we use our digestive system to digest what we eat عندما نأكل بنستخدم جهازنا الهضمي عشان نهضم ما أكلناه we put food in our mouth بنحط الأكل بقنا we chew food with our teeth نحن نمضغ الأكل بأسنان تمام then ثم the food goes down the esophagus بعد ما نمضغ الأكل هيروح فين هيروح المريء it arrives in the stomach اللي بيوصل الأكل لي مين للمعدة للمعدة دي مهمته in the stomach في المعدة the food mixed with the gastric juice أول ما الأكل يوصل للمعدة بيتخلط بالعصارة المعادية the gastric juice change the food into assembler form to get energy and nutrients بتحول الأكل توقع لكله بسرعة معقدة إلى مية لي بقى to to get energy and nutrients عشان نحصو على الطاقة والعمصر الغذائية عشان أنا بشتغل وبتحرك وبذاكر وبتعب فده كله دعاوض جسم we need the energy نحو نحتاج الطاقة and nutrients والعناظر الغذائية in our body عشان نتحرك طبعا عن تويديو لو أنت مكلت تشتبقى هفتان ومش قادل نتحرك طيب ده الدرس الآي الثاني الجزء الثاني هيكون الجهاز الآي التنفسي إن شاء الله the respiratory system الجهاز الآي التنفسي طيب أنا إبني الجمل دي مطلوب مني إيه بقى عشان نشتغل صح ها لازم يعملي باراجراف عن الجهاز الهضم بأي صيغة مش لازم زي الكتاب هو يعرف المعلومات نحن بنحط الأكل في بقنا بنمضغ بأسناننا المريء بنزل روح المعدة المعدة بحط عصارة بعد كده الأمعاء الغليظة بتأخذ الميا والملح والعصار الزائية بعد كده جسمنا محتاج الحاجات دي تقولها بأي طريقة المهم ما تقولش الحاجات دي إلا بعد ما تذاكر الدرس والكلمات عشان تقدر تحط كلمة كاملة أكيد يكون فيه أخطاء لكن مرة مع مرة مع مرة يتعاون ما ينفعش تحفظ الكلمات بس لازم تقرى الدرس كويس جدا جدا ولازم تعمل باراجراف من ستة أو سبع جمل توصف لي فيه اللي بيحصل لمناكم انت تقول هنحط الأكل هنا بعد كده بعد كده بعد كده بالعصار المعدية بعد كده تعمل إيه دي بقى لازم تعبر برأيك وده المطلوب منك في الدرس ياريت لو المحتوى عجبكم انسى الشير ولايك لو حد عنده أي سؤال تحت توقف تعليقات صدقني الشرح دا مش هتلاقيه في أي حتة تانية أجبكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته